موسيقى أهلا بكم النهاردة هنتعلم مع بعض غرزة الأكس بالانجليزي اسمها كروس كروشي ستتش ورمزها في الباترون موجود على الشاشة غرزة الأكس هي عبارة عن عمودين غرزتين عمودين بلفة واخدين شكل أكس أو متبادلين كده زي دي هنشوف مع بعض هنعملها ازاي هي غرزة عمود بلفة فهنبدأ بثلاث سليسل دلوقتي أنا في التطابع الطبيعي إن أنا هدخل في الغرزة دي وإيه اللي بعدها عشان أعمل سطر تاني غرزة الأكس أنا مش هدخل في الغرزة اللي بعدها على طول التالي على طول لأ أنا هدخل في الغرزة التالتة دي وعملت لفة عشان أنا هعمل عمود بلفة وعملته أخد لفة هعمل العمود التاني في الغرزة اللي سبتها اللي هي رقم اثنين أنا عملت الثلاثة الأول دلوقتي هعمل في رقم اثنين دي كده بقت أكس أو كروس تاني هاخد لفة عشان أعمل العمود بلفة دي الغرزة التانية اللي هي بعض اللي عملناها على طول ودي الثالثة فأنا هدخل في الثالثة الأول عملت عمود هعمل التاني في الغرزة اللي قبلها اهو دي اللي بعدها هدخل فيها هعمل العمود التاني في الغرزة اللي قبلها تمام دي اللي عليها الدور هسيبها و هدخل في اللي بعدها هعمل العمود بلفة هجي أعمل التاني في الغرزة اللي قبلها تمام دي التانية تلتة اللي قبلها هاي هدخل فيها هعمل العمود التاني وهكذا وقفل السطر مثلا بغرزة عمود بلفة عادية وده سطر غرزة الأكس أو الكروس اللي عملناه دنه موسيقى زيوني بل 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 بس موسيقى ترجمة نانسي قنقر